دكتور أندرسون، إيه اللي جذبك في حكاية عشان تعمل الدكتوراه عن العمال المصريين اللي سفروا من أكتر من مئة سنة؟ أنا جيت مصر أول مرة في سنة 2008 ووقتها كنت باحتم بالتاريخ الشرق الأوسط عموما وأنا راحت من مصر لحد أسوان على الأطر ووقتها أنا كنت بقرأ كتاب بتاع ألبر هوراني اسمه Arabic Thought in the Liberal Age أو إفكار عربية في أصر الليبرالية فأنا كنت بقرأ الكتاب اللي بيركز عن الشخصيات المشهورة جدا في تاريخ مصر مثلا محمد عبدو ورفع تحت عاوي ووقتها أنا كنت ببص على المشاهد اللي وراء أو براء الأطر أنا شوفت الفلاحين في الغيط وأنا قلت لنفسي هم دول مش موجودين في الكتب التاريخية عموما فأنا قررت وقتها أن أريد برقز عن حكايات الفلاحين ودخلت برنامج من منظور أنتربولوجيا ولا من منظور تاريخي تاريخي أنا مؤرخ وأنا كمان عارف أنه التاريخ دائما بيركز عن الشخصيات المشهورة إحنا كمؤرخين معتمدين على النصص المكتوبة ونصص تاريخية يعني وطبعا معظم الناس في التاريخ أميين يعني مش بيعرفوا إزاي بيكتب أو يقرأ أصلا فعلشان كده إحنا كمؤرخين بثمت على الوسائق على المعاهدات على القرارات الكبرى من القيادات إنما الناس وأحدثهم البسطاء ما بيتكتبوش في التاريخ بزبط فعلشان كده يعني بنسبة لي ده سبب من أسباب إحنا كمؤرخين دائما بنركز عن النخبة فيعني غزب عننا نلاقي طريقة مبدعية شوية يعني أنا ركزت عن الأصوات من الفلاهين مش عن الكتابة وكمان أنا بصيت في النصص الإنجليزية اللي موجودة في الأرشيف البريطاني هنا يأتي السؤال إنك تأرخ للعمال المصريين اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى دي مهمة مش سهلة لأن الوسائق قليلة مش متوفرة كده على قرارة الطريق وإلا كنا أخذناها في المدارس أو كان بقيت معلومات شائعة جبت وسائق منين دكتور أندرسون أول حاجة أنا رحت الأرشيف البريطاني في لندن في السيف 2014 وأنا لقيت هناك طبعا وقتها أنا كنت أعايز بركز عن ثورة 19 في الأرياف في أرياف مصر بس أنا لاحظت أنه في نصص كتيرة متعلقة بالفرقة الأممال المصرية فرقة الأممال المصرية بجد في نصص متعددة هناك وأنا رحت كمان للمتهف الإمبرالي للحرب في لندن وأنا لقيت هناك رسائل من دباط فرقة الأممال المصرية دباط إنجليز يعني وكمان أنا رحت للمكتبة بريطانية القومية The National Library in London وفي الثلاث أماكن دول أنا لقيت حاجات مهمة جدا وأنا أطلي نفسي في احتمال أكتب كتاب تويل بس عن الفرق الحقيقة الكتاب فيه صور لأول مرة مشاهدها على الإطلاق وطبعا فيه وثائق وفيه أسماء أسماء كتير هو يمكن التاريخ ما بيعترفش بقوائم الأسماء وبيعتبرهم مجرد أرقام إنما لما عطر الجداول الأخيرة حسيت كده بشيء يخطفني يعني فلان الفلاني مصريين ده مات فين وده مات فين وده تدفن فين وده تدفن فين اللي تدفن في ليبون اللي تدفن في مرسيليا اللي تدفن في بيروت اللي تدفن في تركيا تحس أنه قلبك بيتمزع على الناس اتخذت من بلدهم اترموا في حرب مش حربهم وماتوا هناك ونسيوا بمناسبة هذه إضافة الترجمة بذبت لا يوجد الكتاب الأصلي فعلا نعم هذه إضافة وطبعا هنا لا يمكن أن أنسى ابن العزيز محمد صلاح المترجم الثاني بذل جهد كبير خلينا نوجه تحية كبيرة للمترجم الأستاذ محمد صلاح علي اللي ساهد ومجهود كبير جدا في التكاب وكنا نتمنى أن يكون موجود معانا